ولا حر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حر ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حر ولا قوة إلا بالله العظيم هذا المجلس خير ومجلس تتنزل فيه الرحمات إن شاء الله وترفرف ألي السكينة وتباركه الملائكة لأن اجتماع هذا كله هو اجتماع من أجل احتفاء بالقرآن الكريم أخاطب الآباء أخاطب الكبار أخاطب الأمهات جميعا وأقول للجميع من كان يريد أن يتقرب إلى الله من كان يريد أن يحظى بحب الله برضى الله فهذا طريق الحب هذا طريق الرضا هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي تقومون به بالالتقاء مع هؤلاء الأطفال هذا العمل ليس عملا يسيرا ليس عملا هينا أنتم الآن تؤسسون وتبنون لبنات في بناء كبير في صرح كبير هو مستقبل الإسلام كل طفل من هؤلاء وكل طفلة من هؤلاء كل واحد من هؤلاء سوف يحمل القرآن في قلبه مشعلا ونورا يستطيع به في حياته كل واحد من هؤلاء سيحب هذا القرآن كل واحد من هؤلاء سيدافع عن هذا القرآن كل واحد من هؤلاء سيصير جلديا وجلدية من أجل أن يحترم هذا القرآن ويعز هذا القرآن ويوقر هذا الدين أيها الأخوة لا تظنوا أن هذا العمل عمل سهل أو ميسور أو أنه عمل لا يجلس له الكبار كثير من الناس يهتمون بالأشياء الضخمة بالأشياء التي لها صوت وجلب ويحضرها الكبار وقد لا تكون مفيدة قد لا تكون مفيدة هناك مجالس يحضرها عدد كبير من الناس ولكنها مجالس لا ترضي الله مجالس للضلال مجالس للبدع مجالس ينسى فيها ذكر الله ينسى فيها القرآن أنتم الآن لا تشتغلون إلا لشيء واحد هو أن يكون القرآن محاضر في النفوس هؤلاء الذين تجلسون معهم الأطفال وتشجعونهم وتدفعون بهم الأمام سيكون منهم غدا رجال الإسلام ونساء الإسلام سيكون منهم العلماء سيكون منهم المثقفون سيكون منهم موظفون سيكون منهم أشخاص وأشخاص وتجار وكل واحد سيكون القرآن بالنسبة إليه مشكاتا في قلبه سيحب القرآن ويتعلق به ولذلك قلت إن هذه الطريقة إن هذه الأسلوب سيكون إن شاء الله من أكثر الطرق تقريبا إلى محبة الله أنتم الآن على هذا الكنز تحافظون على القرآن تحافظون وتندرون إلى المستقبل وتؤسسون المستقبل في هذه السنة في هذه السنة وصلنا إلى مجموعة كبيرة من الأطفال الذين حافظوا وختموا القرآن كاملا من خلال هذه الدورات الصيفية هناك أطفال تهيئت لهم هذه الفرص فحافظوا القرآن من خلال دورات متعددة هناك أطفال أعمارهم 11 سنة جمعوا القرآن كاملا بتتابع الدورات فلما جمعوا القرآن كاملا في هذا الصيف معنا أن مرابقوا الصيف لم يضع منهم الصيف ولم يذهبوا إلى أماكن تعري ولا إلى أماكن المعصية بل ذنبوا في بيوت الله سيكونوا ناعدم دارسين القرآن سيقوي ذاكرتهم ويقوي مواهبهم ويقوي عقولهم فنحن من هذا القرآن مساعدهم الآن أيها الأخوة نتمح إن شاء الله في المستقبل أن يكون عندنا الطبيب الذي يحفظ القرآن والمهندس الذي يحفظ القرآن والأستاذ الذي يحفظ القرآن والموظف العادي الذي يحفظ القرآن والتوزر الذي يحفظ القرآن ولكن نحن الآن قد أعننا هؤلاء سهلنا له الطريق وبالتأكيد في السنوات المقبلة سيستمر هؤلاء وستكون هذه الجهة إن شاء الله هذه الجهة ستكون جهة مأهولة بأهل القرآن وربما أيضا من أخوات السنوات المقبلة سوف نجلس ويجلس الناس في هذه الحلق إذا نحن غادرنا هذه الحياة إذا نحن غادرنا هذه الحياة لم نخلف وراءنا الفراغ سيبقى وراءنا من يحب القرآن بمعنى أن هناك بشارة للمستقبل هناك مستقبل زاهر لأن هؤلاء سيلاقون هذه الرحاب وسيقرؤون القرآن وسوف يصلون فيه إلى درجات عليا فهنيئا لكم أيها الكبار الضر الأولى الذين اقتنعتم بهذا هنيئا للذين دفعوا بأبنائهم إلى هذا هنيئا لكم جميعا لأنكم حافظتم لأبنائكم العقيدة هنيئا لكم لأنكم ستجدون جوابا أمام الله لتقولوا لله يوم يسألكم بأننا فعلنا بعض ما يجب علينا ودفعنا أبناءنا للقرآن وقربنا أبناءنا للقرآن هؤلاء الذين جاءوا بأبنائهم للقرآن ليسوا كل الذين دفعوا بأبنائهم للشواطئ ليسوا كل الذين دفعوا أبنائهم إلى رحال جهنم وألقوا بيهم من أجل المتعة أنتم قمتم بالواجب وهذا جواب ستجدونه إن شاء الله ينفعكم أمام الله حينما تجيبون بأنكم قربتم أبنائكم القرآن وقربتموهم للإيمان وقربتموهم للإسلام إذن فهذه كما قلت تهنئة وبشارة في مدينتنا هذه وفي هذا المشاط الذي الحمد لله أصبح نشاطا في كل المساجد أو معظم المساجد معظم المساجد التي توجد فيها النجان هذا معنى اللجنة في المسجد هذا هو معنى اللجنة اللجنة اللي تتشتغل على الأبناء اللي تشتغل في العلم ماشي للدير الدباز تقلع إيمان وترد إيمان مشي بك اللجنة معنى ما ندروا بك اللجنة إحنا اللجنة اللي تقوم بهذا العمل الآن في هذا الصيف وصلنا بحمد الله إلى أن مدينة اشتغلوا مع القرآن من أطفال بلغ عددهم 22200 تلميذ طفل كلهم اشتغلوا بحفظ القرآن 22200 طفل و200 طفل في هذه الجهة في الجهة الشرقية هذا شيء مبشر وإن شاء الله سنوات المقبلة إن شاء الله سيكون العدد أو فرق نرجو إن شاء الله أن جميع ابناءنا يكونوا حفظوا جزء من القرآن يكونوا تعلم المحترام المصحف تعلم المحترام كلام الله وهؤلاء الذين يتحدثون معنا من وراء من بعيد هناك من يكتبوا وهناك من يسبوا الدين وهناك من يتطاولوا على مقدسات المسلمين هذا هو الرد عليه لم نجيبها هؤلاء إلا بهذا العمل الذين يسخرون من الشريعة الإسلامية ويسخرون من الدين ويتمنون أن يزول دين الذين يبشرون الناس بدها بالدين الذين يشجعون الفاحشة والفسق ويمهدون لها لا يمكن أن يجابوا إلا بمثل هذا العمل بمعنى أن الأمة إن شاء الله ستبقى مع الإسلام وستستمر مع الإسلام أقول هذا القول وأستغفر الله هذا لكم وأسأل الله للإخوة القائمين على هذا العمل أسأل الله لهم أن يقبلوا هذا العمل منهم هذا العمل ليس عملا سهلا أيها الأخوة عمل صعب وصعب جدا في صعوبات في عقابات في تضحيات ولكن مجنة هذا المسجد والإخوة القائمون في هذا المسجد جزاهم الله خيرا أعطوا الدليل على أنهم يعطون كل سنة هذا العدد من الأطفال وأنهم الحمد لله مقبلون وأنتم معهم تتعاونون فالحمد لله ليس هناك شيء يصر ويفرع المؤمن أكثر من هذا المنظر ليس هناك شيء يصر أكثر من هذا المنظر وإذا كانت المساجد موجودة وكانت مفتوحة فلمثل هذه تفتح المساجد وهذه نعمة كبيرة نشكو الله عليها سبحان ربك بإعزة الله والسلام على المسارين والحمد لله والله